عين الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون جان كاستيكس وهو مسؤول مدني كبير ورئيس بلدية أدار خروج فرنسا من إجراءات عزل عام فرضت بسبب فيروس كورونا عينه رئيسا جديدا للوزراء في إطار إعادة تشكيل لمجلس الوزراء وقال قصر الإليزي في بيان مقتدب إن كاستيكس سيقوم بمهمة تشكيل الحكومة القادمة وحل محل إدوارد فيليب الذي استقال بالأمس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عبر الهاتف ينضم علينا دكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريسا دكتور أهلا بحضرتك أعلم بكم يعني هناك عدد من المسارات تحدثت عنها وسائل العلامة المختلفة طبعا الدولية فيما يخص رئيس الوزراء الجديد الفرنسي ما صار له علاقة بأنه مستشار إقليمي ولديه رؤية في العلاقات الخارجية ما صار له علاقة بإدارته لبلدية براد وكيف تعامل مع فيروس كورونا وما صار آخر له علاقة بكيفية تعامل الرئيس الفرنسي مع الأماكن الحدودية ومركزية السلطة وهذه الأمور أي المسارات ترجحها وأي هذه الأمور كانت الأقرب في ترشيحه فيفا أنسى بصورة جمهورية الخامسة التي عدل في يوائل هذا القرن ينفع على أن مفاتيح السياسة الخارجية والدفاعية هي في قصر إلزي أي أن هناك صلاحيات كاملة للرئيس الجمهورية رئيس المزراء هو رئيس تنفيذي يعمل تحت أمرة رئيس الجمهورية ولذلك كان هناك رئيس المزراء السياسي اسمه إدوار كليب أدى مهمته نجح أخيراً في دعازة بلدية لهافر هو يتحضر عوبلا لأعمال سياسية أكبر وجئ الآن برجل تكنوكرافي إدراعي في الدرجة الأولى هو بخارجي المدرس العليا للإدارة كما رئيس فاكره هو من جسم الدورتراطية الفرنسية بلافاته الداخلية هي الأهم كل ما يتعلق بالإفلاحات الاقتصادية والاجتماعية بإدارة شؤون الدولة ليس له بعد خارجي إلا فيما يتعلق بقضايا التنظيم داخل اتحال الأوروبي وعندما نتكلم عن اتحال الأوروبي وكأنه سياسة داخلية في كل دولة من أعضائه من هنا الموضوع الخارجي والموضوع الدفاعي يبطل أهل الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يتابع الأمور العادة طيب الموضوع ينتمي إلى اليمين التقليدي هل هذا الموضوع أخذ في الحسبان أيضا؟ بالطبع الرئيس فاكرون تعرض لنقصة كبيرة في الانتحالات البلدية الأخيرة حركته التي أسسها والتي تسمى الحركة من أجل الجمهورية والتي تأسست مع انتخابه للرئاسة في العام 2017 لم تنجح لم تتمكن من أن تزرع في المناطق الفرنسية ولهذا اضطر إلى الذهاب يمينا بالطبع السيد كالسك في الأساس يأتي من حزب الجمهوريين كان أحد أعضاء إدارة الرئيس السابق نيكولا ساتوزي كان أيضا في المكاكب الإدارية للمسؤول الحالي للحزب اليمين التقليدي الجمهوريين ومن هنا هذا الميل الماكروني نحو اليمين هو لمحاولة استخداد بعض الشعبية وإعادة بناء شعبيته تبهيدا لانتخابات 2028 طيب لكن على المستوى الشعبي الاستجابة من قبل الفرنسيين لهذه الخطوات وهذه النية من إمانويل ماكرون كيف من الممكن أن تبدو في رأيك؟ رئيس السابق نراحة بأن شعبية دوار فليب رئيس المدراء الذي استقال خطت شعبيته حسب استطلاعات الرأي كانت إدارة فليب لمسألة الكوريد 19 مدارة تقبير من الفرنسيين أكثر من إدارة الرئيس ماكرون وفشل النظام الصحي الفرنسي وعصارات الإدارة الفرنسية الآن هل من خلال هذه السقسية الإدارية المربوطة الشيء كيف يحاول الرئيس ماكرون إعادة تعويب نفسه؟ هذا هو السؤال الكبير سيحقم على ذلك بعدما ينصم العودة في شهر سبتمبر القادم مع عودة المدارك مع عودة العمل بكورة والظهم والمطالب الاجتماعية ومصلاح المستشفى كل هذا سيكون جزء الأعراض سيحاول ماكرون في النصف الأخير من ولايته ترتيب الأمور أكثر وهذا سيتبقى على إعادة النموء الاقتصادي سيقول أنه يأتي توحيد الفرنسيين في مواجهة الأزمة وهذا هو تحدي كبير أمامه وأمام كل الفرنسيين طيب إذا كانت الرئيس الوزراء في فرنسا بينفذ القوانين أو بينفذ ما يقوله رئيس الجمهورية وأنه شكل السلطة عموما في فرنسا بهذا الشكل ما هي أبرز المهام أو أبرز التحديات التي تواجه كاستاكس في رأيك؟ يعني بالفعل في فرنسا فرنسا في المكان الوسط ما بين النظام الرئاسي الأمريكي والبرلماني حيث الإدارة تعني البيت الأبيض والنظام البرلماني الإنكليزي العريق الذي يتكلم عن ولاة ومعارضة وحكومة ومحاسرة برلمانية في فرنسا لضام شبه رئاسي حيث أن الرئيس هو فصله بقول يكون نوعا من الملك الرئيس ولذا رئيس وزراء مع التعديل الذي أصبح وجمع ما بين مدة الرئاسة ومدة مجلس النواب أي خمس سنوات أصبح وكأنه مدير مكتب للرئيس ولذا صلاحياته هي في إدارة السلطة الإجرائية إن شئنا والمجارات إدارات الدولة وتركيب أمورها والانطلاق في تنفيذ السياسات العامة لكن الحكومة الفرنسية بشكل عام ليس فقط سيد كاستاكس أمامها تحديات كثيرة في هذه الفترة خصوصا مع التدعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بالطبع أهم تحدي هو كما قلت مواجهة الأزمة الاقتصادية مع رجوع أقام المطرة إعادة النمو ووقف الجديد في الصناعات وكذلك الأمر صلاح المستشفيات صلاح المتطاع الصحي إيجاد الوسائل لإكمال بعض المشاريع الإصلاحية التي بلأها مكروه ومنها مشروع التقاعد ومشاريع أخرى تتناول تنظيم الحياة العامة التحديات أيضا كبيرة في المسائل الخارجية تحدي التركي في ليبيا يطرح على فرنسا مهمة عويصة لأن العراب الأمريكي لحلف شمال الأطلسي ينحاذوا لأردوغان ولهذا فرنسا طالب الآن بمنع تركيا من استثمام أحداثية حلف شمال الأطلسي تحديات فرنسا إختبار قوة داخل حلف شمال الأطلسي من أجل أعطاء الزخم للسياسية الخارجية طيب العلاقات أخيرا دكتور العلاقات الخارجية والملفات الإقليمية بشكل عام ويمكن على رأسها هذا الملف الهام اللي حضرتك أشرت إليه والموقف الفرنسي المعروف مما يحدث في ليبيا هل هذه العلاقات وهذه الأمور بتقع في نطاق رئيس الوزراء أو حتى تنفيذ من قبل رئيس الوزراء ومن قبل الحكومة أم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقط يعني هذه سياسة الدولة عليا تنطلب من الرئاسة الإيريزي أنه كما قلت صلاحيات الخارجية والدفاع تقل في فرنسا صلاحيات سيادية نعم للرئيس ولكن في تنفيذ هناك دواهر خارجية فرنسية ووزارة الوزراء ورئيس الحكومة أيضاً هو المشرف فيه على تنفيذ هذه السياسة إذن هذا عمل مؤسساتي ينطلق من الرئاسة مروراً برئاسة الحكومة إلى الوزارات المعنية والقوى العركية والبنوشية شكراً جزيلاً لك دكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس أشكرك جزيل شكراً